السلام عليكم وراء الله معلمات عن كورس سيب 1 تحدث الكثير ندعم USM GED وستيب 2 ومؤخرا اضافنا OIT سيب 1 لدينا كورسين كورس 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 السيب 1 تنصح الناس قبل انتحان شهر تحجزه عبارة عن 11 محاضرة أي ساعة واحدة لكل شابتر هذا يعني حد قبل الانتحاني لكن الحد بادئ أو في النص فطبعاً سأستطيع انقوم بهم القرص عبارة عن المحاضرات المحاضرات موجودة بشكل مسجل على الموقع الإهتروني بيتعملها باستمرار يعني كل أسبوع و كل أسبوعين نرفع محاضرات جديدة نعمل ريبلايس للمحاضرات العديمة نخط محاضرات جديدة المحاضرات موجودة على الموقع الإهتروني نعمل سهولة الحصول عليها أو سهولة سماعها في أي وقت من الأوقات كمان عندنا محاضرات أونلاين محاضرات أونلاين بتبقى كل أسبوع كل أسبوع و كل عشر تيام المحاضرات دي بنتقبل فيها لو أنت عندك أسئلة بتجبوها بنحل أسئلة مع بعض وهكذا ده طبعاً طول فترة الكورس فطول ما انت موجود لحد ما تندحن لديك الحق ان انت تحضر هذه المحاضرات أونلاين النقطة تانية كمان ويوجد نقطة النوتس نحن لدينا نوتس كاملة نحن شرحين كتاب الفرستايد بشكل تفصيلي يعني انك هذا الكورس الوحيد الذي شرح كتاب الفرستايد من الجلدة للجلدة الفرستايد كل مشروح بشكل تفصيلي مشروح بشكل كامل ومضاف لكل الزيادات التي تحتاجها يعني انت ليس تحتاج تزود على كتاب الفرستايد ده إلا جانب ذريك كمان فيه كتب تانية مشروحة عشان اللي عايز يستزيد اللي عايز يفهم الأمر بشكل أوضح بشكل أكبر فيستخدم مصدر التانية لكن طبعا اللي عايز ان هو يبقى كونسايز وهو فاهم الدنيا والفرستايد بالنسبة لي هو الأهم فطبعا الفرستايد مشروح بشكل كامل الباك ميليستر مثلا شرحين بكتب انا الاناتومي البيفرسان شرحين كتاب بها ييلد شرحين كتاب بير اس في الفيسيولوجي ففي كده تجميع كتب كثيرة جدا لأي حد عايز استزيد الكورس مقسمينه الجزئين جزء الانيفوز السيستم جزء الميديولز فتجميع شرح كده كل شابتر الاناتومي الامبريولوجي الفيسيولوجي الفيسولوجي الفرما عشان كده في ناس عندنا كتير كده طلبة سنة اولة وتانية وتالتة اول رابعة بيستخدموه للكلية وماشين الى جنب الكلية تمام؟ فعيد تاني الباكتش بتاعت الكورس او الحاجة المحاضرات اللي موجودة الكتب بتاعتنا كمان الاكسيس تولي لايف سيشنز انت بتحضرها اللي انا موجود معاك فيها كمان الجروب بتاعنا الجروب موجود عليه متابعة طول الوقت انا موجود معاك ولو في اسئلة لو في اي حاجة بتسألوا عليه اه خامس حاجة كمان الجداول احنا عملنا اوبشن جميل جدا الجداول الوقتي متنظمة موجودة في لينك على الموقع الالكتروني بتاعنا فانت كل انت بتعمله بتعمل برينت برينت للجداول دي وتحطها وتبدأ تمشي عليها تمام؟ يعني الجداول معمولة بشكل منطقي جدا اه بتعرف تنظم ما بين الدراسة اليو الساملي والكلية احنا عملين فيها كل حاجة يعني حرفان انت مش محتاج تفكر انت محتاج تمشي على الجدول وخلاص قال لناك هتذكر اليوم الاولان كزا اليوم التاني كزا اليوم التالت كزا في الجدول في الشابتر الفلاني يعني اليوم الرابع هتعمل فيه كزا اليوم الخامس هتحلي فيه اسئلة اليوم السلس هتعم فيه متحان وكزا الموقع الالكتروني كمان عندنا موفرين فيه اوبشن اللي هي امتحانات التجربية وهذا الامتحان موجود بعد كل شابتر محاكي لنظام الامتحان فعشان كده بعد كل شابتر تنظر الناس اللي هو خلص المذاكرة رح الامتحان عشان تختبر نفسك وعشان تعيش وضع الامتحان من البداية هذا برضو في ضمن الكورس تمام فهو سيستم كامل يعني ياخذك كده من اول يوم فيه للمذاكرة لحد ما تخلص الكورس نحن بدي اكسس للمحاضرات لمدة سنة ونص كمان فيه لا تقدر انت تزود ستة شهور بستة شهور لحد ثلاث سنين فتقدر يعني يكون المحاضرات موجودة معك لحد ثلاث سنين لفترة كويسة جدا ولكن هو مدة الكورس طب انا وعزي خلص الكورس خلص وفقدي الكورس يخلص في ستة شهور يعني الجدول بتاع الكورس يخلص في ستة شهور هل فيه حد عشان دائما دي احسان متكرر هل فيه حد خلص فقال من كده اه فيه ناس معها وقت وكب تسمع اكبر عدد ممكن من المحاضرات فدول خلص فوقات اقل من كده ماشي هل انا ينفع اطول المدة عن ستة شهور اه ينفع بدما تسمع عدد المحاضرات المطلوب منك في الاسبوع ممكن تسمعها في عشرة ايام فيعني هي حتة المرونة ديت يعني احنا بوجود المحاضرات على الموقع الالكتروني وبالاكسس اللي احنا بندولك للمحاضرات لمدة سنة ونص انت معاك مساحة انت تسمع المحاضرات في فترة طويلة اه شهر ده كمان شهر احنا في شهر اتناشر احنا عاملين خصم كويس جدا اه الخصم ده ان شاء الله هنتهي اخر يوم في السنة مع بداية السماء الجديدة فالحقوه اه سجله حتى لو تبدأوا بعد كده اه طيب الطرق التسجيل احنا عندنا طرق دفع مختلفة على حسب الدولة بتاعتك انت يدوب بس بتتواصل معنا بتقول لنا في دولة كذا بنقول لك يعني احنا عندنا اه تقدر ترفع بكريديت كارد تقدر تدفع بتحولات بنكية ودفون كاشلنطف مصر لنا مندوبين في كذا دولة فتقدر تتواصل معنا و احنا هنعرفك طرق الدفع ازاي بعد كده بتسجل على الموقع الالكتروني بتبعت لنا الايميل بتاعك بنبع بنضيفك على الجروب بتاع الكورس بنبعت لك لينك المحاضرات اللي هتحملها في شكل bdf و تبدأ تتبعها بنبعت لك لينك الاسئلة اللي هتحلها يعني كل حاجة انت محتاجها للباسوي هتلاقيها في مكان واحد بتوفيليك هتاكاتك او اللي هست عندوك اسئلة سيبوها لي في كومنت ان شاء الله و انا جاوب عليها سلام عليكم اشتركوا في القناة